ليه نهار النظام ده في أيام يعني ليه كان شكله هيكل بس رغم أنه الكوادر سياسية من أيام جمال عبد الناصر أنهما تعلموا سياسة أنهما في التنظيم الطريق والتحاد الاشتراكي ومنظمة مصر لأنه هو قام على فكرة الاستراكشرة هيكل عام فعلا صحيح يعني إنما أظن جزء كبير جدا من سقوطه كان سببه خواء النظام النظام ما كانش سولد من جوه حزب الوطني تجمع ناس كتيرة جدا ومثقفين ومهتمين وطالب المصالح وراغب المستخبل وعندنا دي نمط مصري مش جديد من زمان من يم الوفد وبعد الوفد يخش أية التحرير وبعدين يخش الاتحاد القومي وبعدين يخش الاتحاد الاشتراك تجمع سلطة يحبوا كده سلطة بل زيك حتى دايما كانوا لك هات أمين عامل حزب وزير مرتبط بمصالح الناس كانوا يجيبوا فؤاد صراج الدين كانوا وزير زراعة ثموا وزير داخلية يوسف والي وزير زراعة ليه لأنه جزء كبير جدا من هذا التجمع أنه تجمع مصالح إنما عند اللزوم تنفخ فيه طير عند اللزوم تنفخ فيه طير طبعا وأنت وجدت له وجود 25 يناير ترجمة نانسي قنقر